طريب في التاريخ تعتبر طريب من أقدم الأماكن الجغرافية ذكراً في المصادر التاريخية وقد تعاقب على النزول بها العديد من القبائل القديمة مثل طي وزبيد ونهد ثم مذحج فجنب فعبيدة ومن طريب كانت آخر الهجرات القبلية الكبيرة مثل هجرة الضياغم الكبيرة وهجرة آل عايذ وسكان طريب حالياً من عبيدة إضافة إلى بعض الأسر من مختلف قبائل قحطان وغيرها من القبائل التي رأت في طريب مقراً مناسباً للسكن والحياة تتشكل طريب من عدد من القرى القديمة مثل آل عرفان والحدباء والفرعة ومشروفة والحرجة وقاعدة طريب هي الفرعة التي تتكون من قرى لاهمة والفهر وسهلة وحرف آل سوداء ثم تشكلت قرى حديثة مثل اعطيفة والغبيبة وكرويل ومع التطور الكبير الذي شهدته مدينة طريب تلاشت المسافات بين القرى فاتصلت جميعها جغرافياً وقامت بلدية طريب بتوزيع أكثر من 25 مخططاً سكنياً وصناعياً واستثمارياً في مدينة طريب فأصبحت مدينة عامرة بالمفهوم الحديث للمدينة ومع هذا التطور العمراني والزيادة السكانية قامت البلدية بإطلاق مسميات حديثة على بعض أجزاء المدينة فظهرت أحياء الصفة والعروبة والنسيم والمنهل والروضة والنزهة والملك فهد والخالدية المعالم الجغرافية في طريب معالم جغرافية مغيلة في القدم ومن أبرزها على الإطلاق جبل أم القصص الذي ورد ذكره قديماً باسم ذوات القصص ويعد من أشهر جبال الجزيرة العربية اسماً وشكلاً وأهميةً ومن منتصف أم القصص يستخرج الجس الذي يسمى محلياً باسم النورة والذي كانت تبيض به البيوت قديماً وادي طريب يعتبر وادي طريب من أكبر روافد وادي تثليث العظيم وتعتبر جبال سرات عبيدة الشمالية هي منابع وادي طريب جبل زيد وهو أول الجبال العظيمة لطريب من جهته الشمالية ويطلق على جزئه الغربي الشمالي خشم زيد الحالة الاقتصادية اشتهر أهالي طريب سابقاً بالزراعة والرعي والتجارة والآن يوجد بطريب أكبر سوق شعبي إسبوعي في المنطقة وهو سوق الاثنين وقد انتعشت المدينة واتسعت في الوقت الحاضر وازدادت حركة النشاط التجارية والسكانية والعمرانية في المدينة وقد صدرت توجيهات ولاة الأمر بتاسيس أول دائرة حكومية عبارة عن نقطة وذلك عام 1378 للهجرة تم تعديل المسمى ليكون إمارة في عام 1395 للهجرة وها هي طريب الحاضر والمستقبل الواعد بإذن الله مركزاً مهماً في المدخل الشرقي لمنطقة